نحن في عمق المربع الأمني الذي كان لطالما اعتبره أحمد الأسير مربعه الأمني هنا في هذه النقطة تحديدا مدخل المسجد ومدخل المخازن السلاح ومدخل أيضا كل المقرات وهي المقرات العسكرية والإعلامية التي لطالما عمل بها أحمد الأسير وكانت محور تجمع لكل مناصره هنا هذه النقطة كانت أكثر النقاط شرسة في المعارك وهذه الأمور واضحة على المباني في محيط هذا الموقع في هذه النقطة تحديدا مع سقوط هذه النقطة سقطت حالة أحمد الأسير من هذا البلد ومن صيدة ومن عبره وسقطت حالة الرعب التي كانت لطالما سيطرت على المنطقة في هذه الفترة الأخيرة على كل حال في المعلومات الواردة سترافقنا الكاميرا مباشرة الآن إلى مخزن السلاح داخل مسجد بلال بن رباح هذا المخزن الذي اكتشف منذ قليل ستدخل الكاميرا إلى مخزن السلاح مباشرة على الهواء لنرى السلاح المخزن لدى أحمد الأسير في الفترة السابقة لمواجهة الجيش اللبناني هذا السلاح الذي سقط عبره عدد كبير من الشهداء في الجيش اللبناني هنا لطالما كان هذا الموضوع جزء من مسجد بلال بن رباح في هذه الموقعة في هذه الموقعة خزن أحمد الأسير عدد كبير من الأسلحة يظهر باديا حجم هذا السلاح وإن كان سلاحا عاديا حتى هذه اللحظة ولكن تكشف المعلومات في الداخل حجم كبير من هذا السلاح بحسب المعلومات فإن نفقا داخل الجامع هنا سنحاول رصده إذا تسنى لنا تقنيا بأن نقل التقني هناك نفق داخل الجامع هذا السلاح كان بيد أحمد الأسير ومقاتليه تحت الجامع هذا الموقع تحت مسجد بلال بن رباح نحن في حرم المسجد هذا السلاح وضعه مقاتلو أحمد الأسير في حرم المسجد بدي عزبكم يا شبيب بس بدنا نعطي صورة في المنطقة المقابلة ما بقادر كمل تقنيا لجوة يا شبيب ولكن الصورة واضحة هناك مخزن آخر هذا الباب المقابل لي هناك مخزن آخر للسلاح والعبوات الناسفة المواد المتفجرة في هذا المخزن وراء المكتبة حيث الضوء هناك مخزن افتحوا لي البيب يا شبيب لحاول اخذ صورة من هنا مخزن للمتفجرات كلها مواد متفجرة هذه الأرائك التي كانت من المقرر أن تكون للصلاة فيها كميات كبيرة من الأسلحة في هذه الصورة يظهر داخل مسجد بلال من رباح في حرم المسجد كمية كبيرة من السلاح المخزن هذا هو الطابق السفلي للمسجد على كل حال في هذا الموضوع كان هناك زيارة لمجموعة من العلماء الدين الإسلاميين طلبوا زيارة المسجد للاطلاع على حجم الأضرار وماذا تكبد المسجد من جراء القتال مع الجيش الجيش دخل برفقة هؤلاء العلماء أظهر لهم كم حيد هذا الموقع وحجم الأضرار التي تعرض لها المسجد وهي أضرار بسيطة جداً أيضاً وأيضاً طلب منهم الجيش زيارة هذا الموقع بما يختزنه من سلاح ومواد متفجرة اطلع العلماء على هذا الموضوع علماء الدين لدى سؤالهم عن هذا الموضوع رفضوا الإجابة عن أي سؤال أو أي تعليق على هذا الموضوع هناك كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت في الداخل عم يعرضوا لنا إيها هذا السلاح كان موجود داخل في طابق السفلي من خاص المسجد قنابل متفجرة وعبوات ناسفة تبهوا يا شبيب هناك أيضاً صندوق للتبرعات مليء بالألغام المتفجرة كان هناك تخوف على كل حال سقطت المنطقة سقطت عبر بيد الجيش اللبناني عند الساعة عند ظهر اليوم أو الثالثة تقريباً كان هناك تخوف من الاقتراب من المسجد حتى مساء هذا اليوم مع اقتراب فرق الهندسة من هنا والتدقيق في هذا الموقع لكن هناك تخوف من أن يكون أحمد الأسير قد فخخ كل ما تركه خلفه هذه صندوق التبرعات معبأة كانت بالمتفجرات ومجهزة للتفجير صندوق التبرعات رصاص كميات من الرصاص على كل حال لم يتسنى لنا تقنية من النقل الأسورة ولكن واضح أن المخزن كبير جداً وجداً وجداً في عمق المسجد في الطابق السفلي لهذا المسجد بدأ أعزبكم يا شباب بس لحظة ليبين المخزن جوا في الداخل تحت المكتبة موقع عميق جداً من المتفجرات تتكشف في هذه اللحظات كميات المتفجرات هذا ما هو؟ صابون تي أنت صابون تي أنت تتنارنشو و عم نكتشف نوعية السلاح مالك عم نسمع غريب عجيب معك عند أحمد الأسير عم نكتشف نوعية السلاح الموجود عند أحمد الأسير ما يعني صابون تي أنت يا مالك صابون تي أنت هذا الصابون يستخدم في تصنيع في أصوات مخازن الأسلحة أو مخازن الأسلحة في محيط المسجد التي كان قد خزن بها أحمد الأسير سلاحه هذه المخازن اشتعلت جراء القصف وبالتالي قد يتردد أصواتها في كل صيدة طوال هذه الليلة المخازن مشتعلة تماما والرصاص يتفجر القذائف تتفجر في هذه المخازن وبالتالي قد يسمع أهالي صيدة طوال هذه الليلة أصوات متفجرات هي ناتجة عن انفجار عبوات وانفجار مخازن أسلحة على كل حال سنغادر الآن على أمل أن نعد تقريرا مفصلا عن هذا الموضوع عن مسجد بلال بن رباح آخر المعلومات المتوافرة عن أحمد الأسير تقول إن آخر اتصال له على الجهاز مع مناصريه كانت عند الساعة الثانية والربع فجر اليوم قال لهم بالتفصيل أصمدوا فالنصر آت وهناك الكثير من المفاجآت أغلب الظن هذه هذا سلح ما أعرف خيار وخبز فيه هاون فيه هاون قال لهم بالتحديد أصمدوا هناك الكثير من المفاجآت واختفى بعدها أحمد الأسير عند الساعة الثانية والربع سؤال كثير عن أحمد الأسير بعيدة منتصف الليل وحتى مناصروه سألوا عنه فكان الجواب يأتيكم بيأتيهم بأنه أيضا في جثة هنا لأحد مقاتلي أحمد الأسير هذه جثة لأحد المقاتلين موجودة هنا لا تزال موجودة على كل حال كل شيء هنا يشي بأن المعركة قد انتهت ولكن لابد من التدقيق يعني لابد من فوج الهندسة للتأكيد ما إذا كان هناك من أمور مفخخة أم لا حتى الجثث هناك خوف من أن تكون مفخخة طبعا مالك كان هناك سابقة في هذا الأمر مع فتح الأسلام بنهر البارد نعم صحيح صحيح على كل حال هناك أيضا يعني مخزن سلاح آخر في الخلف ورائي فيه قضائف 12 سبعة ولكن شوفي هون عم نكتشف أمور كثيرة اليوم فراحة نوعية جديدة من السلاح يشرحون لنا الشباب حوله هنا في محيط مسجد بلال بن رباح على كل حال كما سبق وأشرت هناك 12 سبعة هناك كمية كبيرة من الأسلحة الجديدة موجودة في داخل مسجد بلال بن رباح أيضا وأيضا كما سبق وذكرت اثنين وربع فجرا كان آخر اتصال لأحمد الأسير الكثير من مناصره سألوا عنه فكان الجواب بأنه يقاتل ومش على السماع على كل حال اختفى أحمد الأسير المقاتلون حاولوا كثيرا حاول جزء منهم الصمود في وجه ردود الجيش عليهم لكن جوبه برد قاس من الجيش جزء كبير منهم صلى منطق الآخر بقي صامدا حتى اللحظات الأخيرة من استسلامه وإجباره من قبل الجيش على الاستسلام جراء قنص المواطنين وقنص الجيش وتكبد الجيش عن الكثير من الشهداء وهذه هؤلاء الموقفين لدى الأجهزة الأمنية تقول المعلومات إنهم بغالبيتهم من التابعية الفلسطينية والسورية عدد قليل جدا من اللبنانيين هو من أوقف كمناصر لأحمد الأسير عدد أيضا منهم قد فر من هذه المنطقة تقول المعلومات إن مجموعة من المقاتلين حلقت ذقونها قبل ساعات من المغادرة وغادرت من ضمن النازحين يعني هي حيلة حاولوا من خلالها الخروج من هنا كأشخاص عاديين حلقوا ذقونهم وخرجوا كنازحين هذه المعلومات المتوفرة حتى الساعة من هنا من موقع الحدث من المربع الأمني لأحمد الأسير سابقا وهو مجمع أحمد الأسير اليوم بات بعهدة الجيش اللبناني سامار